دعا غبطة البطريارك الكاردنال لويس روفايل ساكو المؤمنين الكلدان في كل مكان إلى صيام لمدة ثلاثة أيام من أجل السلام في العراق والعالم وجاء في بيان صادر أن عيد الميلادي هو وعي وإيمان باستمرار حضور الله بيننا حضور أبدي بمحبة ورحمة تعيدنا إلى بشر الميلاد وتعيننا على ترسيخ القيم الإنسانية والروحية